والمقادين طبعا احنا عرفت السكر حطينا كوباية سكر كوباية مية يعني انت بتعمل الكرامل بتضيف السكر مية عشان فيه ناس بيتكرمل السكر من غير المية لا 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 لازم مية وتسبيها بقى وتبقى ايدك على طوله من بالك انا مساء كون بعمل الكريم كرامل اللبن والدويت بقى بعيني على الحاجة وقلب احنا عشتغلوا الاول والله وقت ما كنت انا بعمل الكريم كرامل ما كنش بحط مية كنت بافضل بقى اشتغل بقى 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 يعني كنه بتعمليهوش؟ لا ليهو المطعب؟ لا مش مطعب بس يعني انا ممكن اتعلمه من بطولتها بالعكس ده هوا سهل جدا بس بقى بس عشان يعني بطال تاكله طبعا هي انت قصلك بتقولي ان احنا لسه قدام الوقت عشان المية تتشرب ويبقى تتكرر اه طبعا عبال ما تتكرر دي اخر حاجة قبل ما اندخلها الفرن انا بقى متعودة ان انا اي حاجة اطلحها ان انا ايه امسح ده صرحة احنا مش محتاجين طب احنا كده دي الفانيليا اه انا جبتلك الفانيليا انا مش عايزة لمون تاني خلاص خلاص؟ نا خلاص متأكدة؟ اه معارفة اشر البرتقان بيبدي طعم حلو برضو للكريم كرامالي لا بقى ده انا عمل كيكة البرتقان انا بعملها واحدة لا كيكة البرتقان حاجة بسيطة كده في اشر البرتقان وانت بتضربي هي ممكن ممكن صحة طب ايه بقى اتعلم اتعلم ها دول كم بيضة؟ ايه القلب انا دولتش حتى خمس بيضات وحطتي ايه قبلها؟ على كيلو لبنة انا حطيت الفانيليا اوكي اتقلبيها ايه طبعا احنا ده الكرامل نفسه ايه ده الكرامل انا ما بحبش اجيب الحاجات الجهزة كل حاجة بحب اعملها لايتي اه انا بحبش بصراح بصي كده اللبن فيه سكر؟ فيه سكر اه بس انا اخدته فين السكر سكر يا سمينة هجيلك خل خليك خليك هجيبني سكر عايز ايه تاني غير السكر؟ عايزة احلي بس اللبن فيه او ممكن بحب اللي حط هنا حطي ده حطي ده حطي ده على ده وحط احلي اول ماما هيجبولي سكر حالا ماشي انتي برضو على فكرة اله ده ايه ده ده لبن برضو كله لبن؟ ميبليك مع علاقة؟ هو كده تعتبر كوبايتين لبن على قد اله عايزة سكر بس حاضر وده السكر معت اه اه عشان اخدنا السكر كله سيسي بيه بقى غايت ما ايه؟ بيتكرن تنفسي تشوف هو بيتكرن سكر يا شباب عايزة تشوفيه هو بيتكرميل يبقى ما تحطيش مية عما تيجي تعمليه لازم تكون يعني هو فن وبتختي بالك منه وتبقى ايدك عليه يعني انا في المرحلة دي في البيت انا بسيبها اول ما ببتدي بقى شم ريحة بتاع بروح بقى يعني بزبط اللوم بقى ليه ليه صنعة خاصة اه اه مش ايهد برضو بيرا يكرميل برضو اه وهو الاصعب بقولك ان انت تكرميل مهير مية يعني فيه ناس بتستهتك بيجيبوا لا 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 انا انا بعمله في البيت من غير مية خالص وبقى ادينا ويديك الصبر وطولة البال بالراحة انا صبورة جدا في الاكل كمان لكن انا انو الضبط وماية دي جديدة بالنسبة لي طيب يعني ايه السكر هيجي ولا ايه حالا طيب بس هي بتاخد تاكس تاكس وصل تاكس 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 لا انت جاي تكتك تكتك ها سكر جيل سكر جيل سكر شكر يا مرسيل بصي بقى انا اللبن باقيه عايزة احليه يا خبرة باقيه سكر بس يا سوهيل لازم يا اصلي يا سوهيل لا اصلي يا حبيتش عارفة الحبة دول لاني ده عارفة كبايتين لبن كبايتين لبن انا عايزة حد حط يدوقوا شوف السكر بتاعه مضبوط ولا ويت يا سوهيل ويت واي يلا احنا فرحنا احنا اطرحنا يلا ايد 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 خلينا ايد ايد طب انا كده عايزة اشوف السكر مضبوط ولا اتدار ادوه دي ايه السكر كده معلش انا مرس ببعب بش اشرب اللبن ساك طب بش اشرب اللبن ساك خالص خلاص 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 انا كده هروح حطه خليه كده بالبركة هو مسكر بس اه لا هو مسكر انا انا عندي مشكلة مع ان انا اشرب اللبن لا لا يعني هو سكره مضبوط ولا ايه طب دي المعلقة دي بتاع تعطي لي معلقة ايه اه معلقة ايه فضل ادربي بقى حاضري بش طب انا حطيت الكريم كرامل اللبن سكرته وبقلبه ايه تاني ايه تاني عشان نعمل كريم كرامل لما في خطوة بقى أساسية خطوة الأساسية بقى انت تحطيه في الصفي ليه لازم تصفي عشان لو كان فيه اشطاب لازم تصفي طب في ان اه 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 ايه بس كده بس كده لقم هاش اه هلازم تقرملي انا بضرب كل ده وخلصت يبقى انا كده ايه خلصت ايوا يعني انا دلوقتي وصل بس المرحلة انا انا مستنية احنا هنصفي دلوقتي اهو عشان يبقى مجهزين لاخر ايه مرحلة بقى السكر لما يتعطف علينا ويتكارمل ومنخطو ونخط بعد كده اللي احنا ده وده الشكل النهائي بتاعه ده في الفرن ولا في حمام ميا لا اه بعد الحمام ميا وبعدين تحطي في الفرن لا فاهمين حمام ميا لول يعني تحطي حمام ميا وبعدين تحطي يمسك نفسه يمسك نفسه وبعدين بعد عشرين سنة خدمة سنة انا ميقوس مني يعني خلينا نبصونا مع بعض الايجابة اه صح لا 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 فيه اعمام فيه لا والله العزي ملا شطر والله شطر ايو انا مش شطر اصلا كريم كراميل لا 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 ياسيك ايه يبقى احنا عملنا ادي المكارونا بالجنباري الكريم كراميل ولازم ندوقه سهد لازم تدوقه كريم كراميل ايه رأيك لسه انا باخد بتاعي يعني ايه انا من الشخصيات اللي حب اخدها يسوف عايزة كريم كاراميل بالسوس بتاعه ولا من غير السوس من غير السوس اه شفت انا حتى بقولك انا عاملها دلعة على فاكرة انت من اللي عايز يعمل دايت ممكن تعليل السكر من غير السوس لا انا ما عنديش مشكلة انا ما عنديش معلق سوية انا اخب الجزء بتاعي اهم حاجة اولا اهو ايوه برافو يا بطاطا واسيب بقى السوس دا المين للمين للمين بالكريم كاراميل شكرا ده هو دي طريقة اكل كريم كاراميل اللي هو باكلها كان باكل ملوخية مثلا رجع ناوي 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 دقتينت كريم كاراميل كده طبعا ما فيش اهله بس امي برد بس امي بس كريم كاراميل بس يعني امي بحلام تسويين انتو جامدين امتو جامدين اولا كريم كاراميل بقى خفيف فورس هدول مكرونة فاطمة مرسي جدا يا حبيبت نواركي مرسي جدا مرسي اول كنت سعيدة بكم اول شكرا اول شكرا ان شاء الله يا رب عجازة سعيدة ونشوفكم يوم السبت اللي جاي وستات تحياتنا ليكو وهابي ويكند ونشوفكم يوم السبت اللي جاي وستات